السلام عليكم ازيك اولادنا. بصوا حبيبي. النهاردة ان شاء الله هناخد الهارت والبلاد فيزلز والهارت بيتز. تمام? نعمل سامري لطيف كده يسهل لك الدنيا شوية قبل ما تفهم ويمكن حتى لو انت كنت تغيب عن الحصة برضو تندمج معانا في الموضوع. يلا مع بعض. السلام عليكم ازيكو حبيبي. النهاردة ان شاء الله هناخد مع بعض. اه زهارت والبلاد فيزلز والهارت بيتز. ناخد مع بعض السامريك كده صغير. اه فهمك الدنيا مشى ازاي? وبعد كان بتنحل مع بعض. احنا اخدنا في الحصة اللي هي الهارت. والهارت احنا قلنا اول حاجة تبع عارفها عليه. ان سيبك من ده. ده ده ما يسألكش فيه يعني ده. اش مهم ده? اورجان وبتاق شوية. لكن اللي مهم جدا انه حواليه شايفين الطبقة دي او الفايلوت دي. دي عبارة عن ميمبرين اسمه بيري كارديام. بيري كارديام. بيري خارجي وكارديام يعني هارت. يعني اطار بيحيد بالهارت. وده بيعمل فاسيليتات للبامبنج. بسهل الضخط. ليه? لان الريبس يا ولاد ضلوعك عض. وبدل بونز بتبقى نشفة قوي. فالهارت اللي حواليها لو ابتدى يحمل بين وبينها فريكشن. هيحصل فيه جروح. فالميمبرين ده بيمنع الفريكشن بين الريبس وبين الهارت. فبيعمل فاسيليتات نمبر وان. فاسيليتات زابامبنج. وبروتكت نمبر تو. بيحمل هارت. طيب. الهارت بيكون فورتش هيمبرز او اربع قوض. ها رايت ايتريام. او رايت اوريكل. رايت فينتريكل. ليفت ايتريام. ليفت فينتريكل. اربع قوضهم يا ولادي. رايت ايتريام بيستقبل كل البلد اللي مليان كاربون داكسايد. بنسميه دي اكسجينة البلد. بيستقبله من كل الجزء اللي فوق بين سيبيريور فينا كافا. وده من اكبر الفين في جسمنا. او من انفيريور فينا كافا بيستقبل من الجزء من تحت. الجسم بيبعت كل البلد وهو مليان كاربون داكسايد يصب هنا. في الاوضة اللي هي اسمها رايت فينتريكل. يفتح الفالف ده يوم الدم اه راش يندفع الى رايت فينتريكل. خلاص? يوصل هنا مليان برضو كاربون داكسايد ما ده جاي من هنا لهنا. يوم ده عامل كونتراكت وهو بيعمل كونتراكت يقفل الفالف ده عشان الدم ما يرجعش تاني. ويفتح الفالف ده. فالدم يندفع فيه كده رايح نحية اللانج. ولانج باللاتيني يعني بالمونري. لانج باللاتيني بالمونري. او بالانجليش بس المهم ان اسمها اللانج اسمها بالمونري. اسم تاني لها. هيروح لانج يمين ولانج شمال. تمام? طيب. هيروح لللانج ليه? عشان يدي لللانج كاربون داكسايد ويرجع باللانج بالاكسجين. اللانج لما تبعت الاكسجين تبعته تصبه فيه ده. الفت ااتريام. فبتسمي ده اكسجينيتة بلد. يبقى ده القضة دي والقضة دي. دي اكسجينيت بلد. لكن اللي رجع من اللانج اكسجينيت البلد. عن طريق البلمون ريفين. طيب. ده يمفتح الفالف بتاعه. يم نازل هنا البلد. اللي مليان اكسجين. ده يعمل كونتراكت يزوء الدم في اكبر ارتري في جسمنا اسمه ايورت. تمام? دي ما صار القلب. واحدة واحدة بقى يبراية ااتريام بيعمل ايه? ريسيف. استقبل. وعشان كده المسلز بتاعتم تبقاش كبيرة. لانه في الاخر يصيف. دي اكسجينيت بلد من البادي كله. هيزوءه تحت. هيزوءه ليه? ده يعمل بامب. لدي اكسجينيت بلد عشان يروح للنج. راح للنج يرجع من البلمون ريفين يصب هنا مليان اكسجين. يبقى يستقبل طبعا ده احمر وده ازرق. عشان ازرق عشان اقول لك مليان كربوندو اكسايد. واحمر يعني مليان اكسجين. اكسجين البلد فروم زالانك. يوم ده بنازل هنا يزوء الاكسجين بلد توزا بادي من خلال ايورتا. لو اكبر شرين جسمك. طيب. انت عندك حاجة اسمها فالف. انت عندك فالف هنا. وفالف هنا. دول الاساسيين. ده بيكون من سري فلابس ادي فلاب. وادي فلاب. وادي فلاب. وادي فلاب. تلات اجزاء اللي هو ده. ادي فلاب ادي one. فلاب يعني حتة او مقطع يعني. تو فلابس سري فلابس. يبقى ذا هو ده. ده يا ولاد هو ده. خلاص بس عشان انا قلبه. كده انا واخد سيكشن في قلب بالعرض عشان اوارهو لك. انا واخد سيكشن في الهارد كده عشان اوارهولك. فده هو ده. خلاص? ده اول ما البلد بيتجمع يوم فاتح. يوم نازل الفاتح من هنا. ده يجي يعمل كونتراكت يوم ده قافل. الفالف ده قافل. عشان الدم ما يرجعش هنا تاني. احنا عاوزين كل الدم لما ده يعمل كونتراكت يتزق هنا. كل الدم يتزق هنا. حل? فطبعا الفالف ده بيفتع. يبقى انا عندي اول الفالف اللي هو بين وبتكون من ثلاثة اجزاء. وعشان كده بتسميه او زي ما انت عاوز يعني. الاتنين مفهومش خطأ يعني. محدش قلم ده خطأ وده خطأ. نسمعنا الاتنين يعني. ده زي ده بس بدلا ما هو اللي هو بين بس ده واحد اتنين. خلاص? يبقى ده لكن ده وبنسعاد بنسميه طيب. طيب ده موضوع. يبقى بين القطين القوضة دي والقوضة دي تراي. والقوضة دي والقوضة دي باي. تمام? في مدخل البلمونري ارتري. في مدخل في هنا بقى فالف. في مدخل ده شكله. اهو بلمونري. اهو. بس هو صعيب تكون من تراي كاثبت لكن شبه الهلال يا ولاد. بص شبه هلال رمضان. ابص كده بص اهو شبه هلال رمضان. فعشان كده بتسميه سيميلونر. هنا بنوصفه بقى حسب شكله مش حسب عدد القوض. وده كمان اهو شبه هلال رمضان. برضو هو تراي كاثبت على فكر. يعني ده وده وده تراي كاثبت. لوحيط الباية كاثبت ده. لكن ده شبه هلال رمضان. فبنوصفه حسب شكله مش حسب عدد القوض اللي فيه. فده سيميلونر وده سيميلونر. اه ده واحد عند البلمونري ارتري واحد عند الايورتة هو. هو ده. برضو سريه بس شبه الهلال. تمام? يبقى ده الايورتك فالف وده البلمونري فالف. يبقى هم اربعة موجودين في الهرض. هنا. بيمسك فيهم تندونز. التندونز دي بتشد لتحت لما الدم يبقى فوق. فيمنازل. يعني عامل زي القوضة كده. في خيط هنا وخط هنا. خلاص? يوم شادي تسحب لتحت. الدم يجي يرجع. الخط يرخي فيوم طالع الفوق. الخط ده اسمه اهي. اه. يبقى الخيوط دي تمسحبه لتحت لما البلد عاوز ينزل من فوق لتحت. الدم هيرجي يرجع تاني. لا يقوله ممنوع فاندم. يرخي الخيوط دي فيوم قافل الفل. اسمها تندونز. الهارتبيتس. الهارتبيتس يا اولاد ده الارجن الوحيد اللي ما بياخدش امر مباشر من البرين هو البرين ليه تأثير. لكن الهارتبيتس الارجن الوحيد. اللي ما بياخدش امر عصبي مباشر من البرين هو الهارت. ايه فيه بالزبط? حتة كده اسمها ساينو ايتريال نوت. ساينو ايتريال نوت دي هي دي. او اس ايه. دي اولاد المخ بتاع الهارت. يعني اي ارجن تاني. الاستمك عشان تعمل تخد امر من البرين مباشر ايدك عشان اسلم عليك بتاخد امر مباشر لكن الهارت لأ ما بيخدش امر من البرين بياخد امر من البرين لو هو عاوز يصرع او يقلل ضربات القلب يعني اثناء الجري او اسناء النوم المخ بيقوله تخلي بالك دنايم قلل شوي ده هيجري اصرع شوية لكن في المعتاد ضربات القلب تول ما هي معتادة ما بتاخدش امر برين بتاخد امر من نفسها حاجة اسمها اس ايه ده المخ بتاع بتاع. بطاق من الهارت. ده بيطلع يا ولاته. الاس ايه ده? اسمه عشان عشان يعني جيب. باللاتيني. عشان هو في جيب الهارت. بص اكن وتحس انه هنا. في جيب الليمين بتاع الهارت. يبقى هنا. جيب الليمين بتاع الهارت. لو تحس ده كده جيب الليمين بتاع الهارت. فهو موجود في جيب الليمين بتاع الهارت. اللي هو الارتري ده. اللي هو الرايت آتريام. تمام؟ موجود فيه فعشان كده اسمه ساينو ايتريال. ساينو ايتريال يعني في جيبل هارت. طيب. وعبارة عن ايه خدنا شرحناه لقناها عبارة عن سين كارديك ماسكولار فايبر سين كارديك ماسكولار فايبر. سين كارديك ماسكولار فايبر. حلوة. مدفون فين مدفون في رايت ايتريام ورايب من ايه؟ ورايب من سيبيريور فينا كافا وده يعتبر من اكبر الفين في جسمنا سيبيرو الفينا كافا وكمان بتسميه البيسميكر او منظم ضربات القلب. بينظم ضرباتك عند 70 بيتز طيب التاني اتريو فنتريكل. ده بقى بياخد الامر من ده. يعني ده بيدي امر لده عشان يخلي الفنتريكل يضرب. هنشرح بالزبط ازاي دلوقتي. اسمه اتريو فنتريكل. اسمه اتريو فنتريكل لانه هو موجود بالزبط بين الراية اتريام والراية فنتريكل فهو موجود في الاتنين. فبتسميه عشان بين الاتنين. ايه اللي بيحصل بالزبط يا ولاد? دي بتعمل بتطلع اهي. طلعت اهي. خلت اللي مين يضرب والاوريكا للشمال يضرب. الاوريكا اللي مين يضرب والاوريكا للشمال يعمل. طلعت نبضات كهربية. ده ده الاوريكا الواحدة بتطلع غير البرين. طلع خلت ده يعمل ده وفي نفس الوقت طلعت وسطة ما ده? الاس ايه? وده يبقى طلعت نشطت عملت وفي نفس الوقت عملت وفي نفس الوقت عملت او من وسطة يبعت للنقطة دي. نقطة دي اسمها هز باندل او هز فايبر. وصلت. يبقى ده ادى ده الاول. وفي نفس الوقت ادلتو اوريكا. يبقى الاتنين اوريكا جاتلهم وفي نفس الوقت اللي وصل ليه الافي. الافي اول ما جلت لها الافي. ام اتبعتها الهز فايبر. كل ده بياخد فيمت ثاني يا ولاد ولا حاجة. والهز فايبر وصلته الى بيركنج. بيركنج دي مش عليك قوي بس ماشي. النقطة دي اسمها بيركنج. خلاص? ودي بتفضل ماشى النبضة الالكتريك امبالس كده. خلاص? لغاية ما تخلي هو كمان يضرب. يبقى مين اللي بيضرب الاول? الاوريكا بامر من الاس ايه? وبعد كده الافي. بعد ما الاس ايه يدي له الامر. يبقى الاس ايه بيدي امر لده ودي امر الاي في. والاي في يدي الامر التو فينتركل يضرب. من الاخر كده يعني. اهو. طيب. وده ملخص اهي. الاي س ايه بتدي امرين. التو اوريكا يضربه او التو اي تريم. والاي في يضربه كمان. الاي في يبعت نبضة للهز فايبر. والهز فايبر يبعت بيركنج. والبركنج يبعت للفينتركل يعني معامل كونتراكت. يبقى المسؤول عن الفينتركل الاي في بس بس بامر من مين? من الاس ايه ده هو المنظم اصلا. ضربات قلبك بتزيد اثناء السليب والجريف. اه بتقل سوري اثناء النوم والحزن. وتزيد ووكينج اوب جوي وفيزيكال ايفورتز. بتزيد مع الاتنين دول. انا دايما اسمع لو حطيت ودني على قلب زميلي او قلب اخويا اللي في البيت اسمع صوتين. انا سمعتها دي بسبب ان تراي كاسبت والبي كاسبت بيقفلوا. صوت قفلت كاسبت والتراي كاسبت نسمع تمام؟ وهو عبارة عن بيحصل فور لونج طايم يعني شاف الساحبة دي تمام ده الصوت نفسه تمام وبيحصل صوته تخين فالصوت تخين بتسميه عندنا بالانجليش يعني تردده قليل زي صوت الرجال يعني صوت الرجال غليز صوت طويل يبقى قل 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 بيحصل فور لونج طايم وهو زي صوت الرجال بيحصل بسبب كولوجر اوف اه اه الفالف اللي بين الاوريكل والفنتريكل اما اللي لما بيتقفل الايورتيك والبلمونريك والايورتيك نسمع لب والسوري الدب والدب اعكس ده اذا كان ده بيحصل فور لونج طايم ده قصير صوته قصير لب تمام صوته وصوته حاد زي صوت البنات لهم بنقول عليه مسرسع لو ده هاي بيتشد صوته مسرسع لانه صوت حاد دب كده صوت مسرسعي تمام ده لما يتقفل يبقى احنا عندنا صوتين في القلب لب لب وهو ال 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 بيحصل فور لونج طايم وهو لو بيتشد بيحصل لما يتقفل الكلوجر اوف الفالف اللي بين الاوريكل والفنتريكل سواء كانت رايكاسبت او بايكاسبت اما ضب ده شورت وهاي بيتشد لما البلمونري والاورتيك فالفيت افلوه اه تعالوا نشوف بقى الها اه ايه وظيفة الارتري والفين والبلد كابيلرز منحس الفانكشن الارتري بياخد من الهارت يدي سيلز ها اكسجينيت بلد والفين بياخد من السيلز الى الهارت دي اكسجينيت بلد تمام مع عادة اكسبت البلمونري ها ارتري والبلمونري فين تمام اما البلد كابيلرز ياولاد من الاخر كده تعالوا واشرح لكم حاجة من الاخر كده بص كده الارتري ما يروحش للسيلز نفسها ده يفضل يتفرع لارتريولز وبعد كده يتفرع الى بلد كابيلرز يعني دي كده الرايحة دي السيلز ايه الرايحة يعني الارتري بيكون مصورة واسعة بعد كده يبقى ارتريولز بعد كده يبقى ارتريولز بعد كده بلد كابيلرز حاول توسع لكم يا ولاد عشان تشوف الارتريولز يبقى الارتري لما يديق شوية يدي ارتريولز لما يخش ليه السيلز يبقى اسمه بلد كابيلرز. يبقى ارتري. ايدقي شوي ارتريولز. يديقي خلص يبقى بلد كابيلرز. يبقى اللي بيدي و هي تفريعة من الارتريولز. كلوكوز ياخد من ناحية تانية ايه؟ من بلد كابيلرز برضو. خلاص? ياخد جاوبين دايوكسايد. يعني يدي اوكسوجين من نحية? من نحية دي. وبلاد كابرز تتجمع وديدي اسمها بعد كده يدي يروح للهارت يدي هو اللي بيوصل فعلا هو اللي بيعمل connection between cells oxygenated D oxygenated معده طبعا بالمونري ارتر والبلمونري فين لكن ده بيد هو ده اللي بيوصل للسلز أصلا احتياجه من حيث الارتري يا ولاد بيبقى مدفون تحت الجلد ليه؟ بيبقى البرشار بتاعه عالي جدا فما ينفعش يبقى قريب من الاسكن لأنه مجرد أي جرح في الاسكن الدم هيخرج ببرشار عالي لأن الارتري ببرشار عالي جدا تمام؟ أما الفين بيبقى close to the muscles اهي اي حاجة انت شايفها بلون غامق كده مش عارف اي حاجة انت حضررك شايفها كده دي تمام؟ دي فين دي بتبقى close to the muscles ليه؟ لأن الفين عنده عيب خطير ما عندهش قوة دفع لأنه مش بياخد أمر من القلب يعني فهمك أنا هو خلاص؟ أنا هو عشان الدم يوصل ليه؟ صوابع يا أولاد الهارت قاعد يعمل contract فالدم بفضل ماشي في الارتري غاية ماوصل لصابعي بدفع من مين؟ من الارتري من الهارت بالإضافة ان الارتري نفسه بلسيت يبقى وصول الدم لأطراف صوابعك من الهارت وهو محمل بالأكسجين سببه حاجة تين؟ أول حاجة قوة البمبنج بتاعت الهارت الحاجة التانية ان الارتري نفسه بلسيت فالدم بيوصل لبعض نقطة طب هيرجح مفيش هنا هارت مفيش هنا هارت فمن اللي يساعده ان الفين في فالف بحيس ان الدم لو مش كده مايرجعش الحاجة التانية الفين جنب المسلز فكل ما تحرك ايدك كده زي ما انا بعمل كده باكل بامسك بحرك فكل ما تعمل contract عضلات ايدك تزق الفين تزق الفين أبص حتى شايف اهي شايف الحركة دي كل ما تزق بيزق البلد ولذلك الناس اللي هي بتلعب رياضة دورة دومية بتاعتهم ممتازة ليه كل ما يتحرك ربنا خالق الفين جنب عضلاته فكل ما يتحرك يمزق الدم من ناحية الهارت فالدورة الدموية بتاعته تمشي احسن بسبب ان المسلز بتاعته بتتحرك لكن عشان يروح لابعد نقطة في جسمك دي سببها حاجة تانية خالص سببها دفع الهارت نفسه لكن يرجع بيرجع بقوة عضلاتك فهي عشان كده دايما تبقى close the muscles اللي هي الفين طيب اما البلاد كابلرز فبتبقى منتشر بين السيلز وعبارة عن سيل ليرز ماشي طب من حيث تعالى كده بص وده خلاص الاتنين واحد مش اي اختلاف اهو طيب تعالى بص على بص السموس مصل هنا بص السموس مصل هنا دي كل دي سموس مصل فطبعا السموس مصل هنا تخينة جدا لان الارتري بالسيت بيساعد على ان البلاد يندفع الى السيلز يبقى هو جاي من الهارت بيساعد على دفعه للسيلز حلو حلو لكن هنا الفين مش وظيفته ان يزق الدم كده طبعا بدل الفالف ده اتجاهه يا ولاد كده يبقى ده اتجاه الهارت ده الفالف كده يبقى ده اتجاه الهارت حلو تمام ماشي ده عنده عضلات قوية عشان بالسيت لكن ده مش محتاج العضلات القوية لانه مش بالسيت محتاج عضلات عادية تمام بس دايما بيبقى جنب عضلاتك ايدك او رجلك بقى ربنا خلقه دايما جنب عضلات ايدك ورجلك عشان كل ما تتحرك او تمشي او تحرك ايدك او تشيل حاجة وانت بتعمل كونتراكت تمزق الدم بش بمزاجك مش بكيفك طيب دي الاستيك تيشو ودي الاستيك تيشو بس هنا بتكون ادخن يبقى دي تاني اختلاف عشان بالسيت برضو الاستيك تيشو ده نسيج مارين بيخليه يعمل بلسيت لكن الاندوسيليم والاندوسيليم سبتة يبقى ده الاختلاف ادي واحد الاستيك والاستيك والاسموس والاسموس لكن غير كده هم متشابهين لكن في الاخر هم سري ليرز كونكتف تيشو سموس موسيلز اندوسيليم كونكتف تيشو سموس موسيل اندوسيليم لكن ده بيبقى لير واحدة ياولاد من ايبسيليل البلات كابيلريز لازم تبقى رفاعة جدا ايبسيليل تيشو وبيكون فيها بورز عشان تعرف تعدي البلاد الاكسجين والكاربون دايكسايد وحكاسم تمام طيب وده الكمبير بينهم هسيبه لك عشان لو تحب تبص تعالوا مع بعض يا ولاد نحل السؤال ده هو الطبيعي لما الفنتركل ده لما الفنتركل ده طبعا ده الليفت ايتريام قلنا عكس ايدك تمام ايه اللي خلى البلاد يرجع تاني من الفنتركل يبقى الفالف ده حصل فيه مشكلة الفالف ده اسمه ايه تراي كاثبت وده مش طبيعي يبقى انت عندك مشكلة ممكن بتكون شارح للسجاير او ممكن طبعا الفالف يا ولاد احد الاسباب الرأسية بقى تحل البوز النيكوتين بتاع السجاير او الكوليسترول والدهون اللي لو واحد تخين يعني لكن في الاخر فالف ده باص اللي هو اسمه الميترال يبقى نارنجو اف ميترال نارنجو اف بلمون ريفالف مش دعو بلمون ريفالف الميترال فالف حصل له ارتجاع تمام طبعا هي الاجابة دي لانه حصل ارتجاع للميترال فالف لبعده زي اوبز الجراف الهارت بيتز زادت من فيه لفين من ايه لبيه معنى انها زادت من ايه لبيه يبقى حضرتك عملت فيزيكال افورس زيادة او حضرتك ووكينج اب مرة واحدة او انت مبسوط قوي خلاص فهو بيقولك انت عملت فيزيكال اكسرسايز فين الزيادة في ايه بي مش عارف حتى السؤال حسنو عبيت وانشو بزا فولونج بلاد فيه اكسجين كتير ايورتا طبعا ايورتا فيه اكسجين كتير بالمنري ارتري احنا قلنا البلمنري ارتري فيه كاربون داوكسايد كتير كل الارتري فيها اكسجين كتير معدل بالمنري فين بالمنري ارتري السيبوريور فينا كافا ده مليان كاربون داوكسايد وده مليان كاربون داوكسايد يبقى الاجابة ايورتا طبعا ايورتا وانا حتى مديك ملاقص ايه اللي فيه اكسجين كتير وكاربون ديوكساج كتير اللي فيه اكسجين كتير الايورتا والبلمونري فين والليفت اوريكل والليفت فينتركل تمام واللي فيه كاربون ديوكساج كتير بالمونري ارتري انا مديهم لك دول يعني لو تصورهم هينفعوك هتلاقيه دايما بيسأل عليهم انا طلعت من الصورة عشان نتعملها سكرين شوت تعالوا مع بعض يا ولاد نحل السؤال ده بيقول لك ايه الترتيب الصح من دول سينو اتريال نوت بيدي الهيسفايبر هل السينو اتريال نوت بينط على الهيسفايبر على طول لا لازم يعدي على الافي يبه غلط بيركنجين بتدي سينو اتريال نوت بيركنجين بتدي الفنتركل غلط سينو اتريال نوت بيدي هيسفايبر سينو اتريال نوت عمره ما بيدي الهيسفايبر على طول لازم يعدي على الافي الهيتروفنتركل نوت يدي ليس فايبر لغادي كده صح وليس فايبر بيدي ده صح وده بيدي ده صح يبقى الاختيار دي الاختيار دي ترتيب ده مهم يا ولاد احفظه احفظه الاسلايدز دي مهمة طيب بيقول لك ايه هو مبدئيا ده اللي بيزق اللانجز او ده اللي بيزق اللانجز وده وده يا ولاد الول بتاعهم تخين قوي يعني ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده خلاص وعلى فكر ده اللي بيستقبل من اللانج فده يبقى وده راية اتريام السيكنس يا ولاد بتاع الاتريام رفيع ليه لانه في الاخر بيستقبل اما السيكنس بتاع تخين لكن مين ادخن واحد قالك ده لان ده بيزقل الجسم كله فعشان يزقوا الجسم كله لازم السيكنس بتاعه عالي فيبقى ده ماشي هو ده ليفت ليه لانه السيكنس بتاعه كبير فيقدر يزقل الابعد حت لازم ده رايت من الاخر يا ولاد هو السيكنس بتاعه عالي فيا تويا سري طب مين الادخن الليفت ولا قالك الليفت الليفت بيزقل الجسم كله فيبقى هو ده اللي بعده خلاص والأصغر اتنين دول الاتريم لانه مجرد وبيسيف لكن ده بيستقبل من الجسم كله ده بيستقبل من اللانج بس فطبعا ده ادخن من ده يعني ده بتاع راية اتريم لكن ده اصغر حاجة لان ده بيستقبل من اللانج بس وصغير جدا يبقى سري من اكتر بيعمل مجود طبعا يعني حتى بالعقل وانت شايل عالسلم وانت طالح ده اكتر حاجة وانت شايل وطالع عالسلم ده اكتر حاجة بتمزل فيها مجود يا ولاد ودي حاجة انتوا لازم بتوعرفينها عشان وانت بتعمل حاجة السؤال ده في 23 23 23 بس انا ملاحظ ان بعض الاسئلة الموجين بيحبوا تجيبه كتير في اخر السنة فانا حبيت ما اعملوش يعني 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 فيه اكسجين كتير برطة بالمون لا سيبريور لا انفريور لا بالمونري ارتري لا طب ما السؤال ده متكرر ماشي ماشي هل الفالف موجود بين الهارت وال بالمون وال ارتري صح اللي هو ده وده صح هل فيه موجود عند اتصال الهارت مع السيبريور فينا كيفا انا قلتلك ان فيه فالف هنا انا جبت سنت ان فيه فالف هنا انا جبت السيرت ان فالف هنا الفالف هنا يبقى دي غلط اه صح اه في واحد هنا اه واحد هنا صح اه 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 ده وده صح يبقى الاجابة دي اللي غلط السؤال برضو ده ومعرف شي انا حاب باشرح لكو دي مش عارف ليه اه ويمكن شرحتها في الحس بس تشرحها التاني اولاد لما تلاقي بص اولاد النبضة صغيرة دي يبقى بي دي لما الاتريم عمل والنبضة دي كده لما عمل طب الاتريم بيعمل كنتراكت امتى لما الاس اي يشتغل يبقى بي دي لما الاس اي اشتغل طب والفنتر كان بيعني كنتراكت امتى لما الاي بيشتغل تمام كده تمام يبقى الاس اي عمل كنتراكت عند بي والار اما تي دي لما الفنتر كان عمل ريلاكس مستر انتم بتشوفوا دي اولاد حتى لما واحد بيعمل رسم ضربات قلب بتشوف كده فواحد لما يشوف دي يتخضي يقول لك لا ده نقلبي في مشكلة لا دي كده واللي اقل منها شوية واللي بعدها عمل ودي تبقى اعلى منهم شوية كده اما لانت تعرف ان قلبك في مشكلة بص على اللاين ده لو لقيته متشابه جدا مع اللاين اللي تحتيه يبقى انت ما عندكش مشكلة يعني تلاقي نفس الرسمة خلاص لكن لو لقيت ده مرخفض عنه شوية اعلى منه شوية يبقى انت قلبك ضربات قلبك مش منتظمة يبقى فيها مشكلة يعني بتقارن الخطوط مع بعضها مش بتقارن الخط مع بعض طيب لكن الاجابة طبعا اهي بس انا حبيت بس اشرح لكم دي يعني من باب اقول لك ده يعني وتشوف زا فولونج ستيتمنت اس كوريكت اباوت زا فين اوف زا ليفت لج لج فين انا اعلق ليش دعم بليفت لج بليفت رايت طيب بلاد فيزل كاري هاي بريشر غلط اللي بيشيل هاي بريشر ارتري مش فين بلسيت غلط الارتري مش فين بلاد فيزل فيها فالف صح كل الفين فيها فالف البلاد فيزل كاري بلاد اوي فورم زا هارت غلط تو زا هارت مش اوي فورم زا هارت ده ارتري برضو بصفات الارتري برضو سؤال تون تسري عشان يتكيف مع بلاد بريشر ديرين بلاد سرو ايت هل ان هو رفيع في الطبعة رفيع لا رفيع ده مالهاش دعو بالتكيف مالهاش وجود طبعا عشان يعمل كنتراكت وبلسيت طبعا يبقى الاتنين دول هما اللي بيخلوه يعمل كنتراكت وريلاكس ان هو بلسيت يبقى الاتنين دول بيخلو الارتري بلسيت يبقى توسري سؤال حلوة ما عارفش ليش هلقو السنة دي من المعاصر انا اختيار من دول البلمونري ارتري ارتري بلمونري ارتري انا قلتلك كل الارتري شاية لأكسوجينة البلد معدل بلمونري كل الارتري شاية لأكسوجينة البلد معدل بلمونري يبقى دا يده طيب بيقولك المسل الارتري بيبقى تسك يبقى لجابة ايه غير ما تقرى الباقي طبعا بلمونري فين يعني شاية لأكسوجينة كل الفين شاية لكاربون دو اكسيد معدل بلمونري البلمونري دايمل مختلف طيب شاية لأكسوجينة دي صح اتهاز طبعا بما انه ارتري فالتجويف الداخلي بتاعه واسع على عكس الفين لان المسلز بتاعته قليلة لكن الارتري تجويفه دايق اللي جوه عشان دي كلها مسلز فالارتري المسورة التجويف اللي فاضي في النص ها دايق وعشان كده هو هاي بريشر لكن هنا واسع وعشان كده البرشر بتاعه قال يبقى دا ارتري تجويف اللي جوه واسع عشان عضلاته كتير لكن الفين تجويفه واسع عشان عضلاته قليلة يبقى هنا تجويف ضيق عشان عضلته كتير هنا تجويف واسع عشان عضلته القليل فهنا عشان كده ده السبب انه برشار علي يبقى البلمونري فين عنده تجويف اوسع صح السيكنيس بتاع الول ارفع من البلمونري ارتي صح كاري دي اكسجينيت بلد غلط يا ولاد بدل عنده تجويف واسع يبقى فين عنده تجويف ضيق يبقى ارتري وده ادي لير ادي اتنين ادي ثلاثة ادي لير ادي اتنين ادي ثلاثة اما اللي بيكون من وان لير بس ده البلاد كابلاريز طيب خلاص احنا قلناها البلاد كابلاريز دي عمي فيها فالف غلط اللي فيه فالف الفين بس بتحتوى على سيفرال لير ده هي وان لير وابسيليا لتشو اه كونيكتف تشو لا ده هي ابسيليا لتشو في بورز اه في بورز السخوب بتاعته فيها بورز واحنا اقلنا اهي في الحتة دي اهي موضوع كلهم زي ابسيليا لتشو مش هنعرف منها لان عنده كلهم متشابهة وعلى فكرة اللي عنده ابسيليا لتشو ده بس يبقى ده البلاد كابلاريز يبقى سري ده البلاد كابلاريز لان هو اللي عنده الثلاث اه بس لك الارتري سري يبقى يده 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 ماشي يبقى مش هنعرف من ده السموس ماسلز عنده كبيرة فنشوف اكبر السموس ماسلز هو ده يبقى ده يا ده الفين ما نعرفش بس هو ده ماشي يبقى هو ده الارتري تمام يبقى هو ده الارتري وعلى فكرة في الغالب هو ده الفين ليه لانه هم بيبقى قد بعض في كل حاجة معادة المسلز بس اللي هم في النص لكن البلاد الكونيكتف تشو قد بعض والابسيليل تشو قد بعض هم بيبقى مختلفين في المسلز يعني ده ارتري وفين وده بلاد كابلاريز ده ما نعرفش ايه زي بالمونري ارتري بيحتوي على بالمونري ارتري بيحتوي على باي كاسبت فالف لأ ده تراي كاسبت بلد هو ارتري يبقى بلد بيتحرك للهارت لأ ده ماشي من الهارت بيتحرك من الهارت اكسجينيت بلد لأ كل الارتري شايل اكسجينيت معادة البلمونري برضو ده 23 خلاص انت حفظت من اللي عند اكسجين ايورتا وبلمونري فين ولينا الارتري اي حاجة ارتري فيها اكسجين معادة البلمونري فين بس هو اللي في اكسجين طيب دي برضو مش عارفش شايلها ليه بس عمتا دي اولاد دي كلوزد زينا ودي اوبند عرفنا منين الهارت مش متصل بابعض مقطة في في الجسم منفصل عنها فطب اهي احنا حتى رسمينها لكو هاي ده 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 ودي اوبند زي السمكة واحنا ودي اوبند زي اديدان فاحنا زي اكس دهو ده وده وانشوف ازا فاولو جسجينيت من اللي اتنين غلط دوي القبر بيدرب الاول القبر بيدرب بعد اللور غلط ده القبر بيدرب الاول القبر بيدرب الاول بسبب الاس ايه واللور بيدرب تاني بسبب الاي في فالاس ايه بيدرب الاول وبعد كده الاي في يبقى الاي في ينشط القبر الاول وبعد كده الاي في ينشط اللور يبقى دي الاول وبعد كده دي فالاجابة دي هي اللي صح طيب رايح الهارت من البي رايح الهارت من البي بقى ما لين كاربون دو اكسايد لكن الهارت لما يبعت للبادي بيبعت اكسوجين يبقى ده كاربون دو اكسايد دو اكسوجين طيب رايح للانج الهارت بيبعت للانج ايه كاربون دو اكسايد اللانج يرجع للهارت بقى يرجع الاكسوجين هو بيسأل على ايه بقى مين اللي فيه دي اكسوجين بلد لو كرمن دو اوكسادي يعني. سري وان. انزا هو بزي تفجر. طب بص يا ولاد. انا حعرف ازاي ده ايه وده ايه. ده رايح اهو. شاولك تسابي. ده ارتري. وان راجع يبقى ده فين. وان فين. هل اتسول كونتين فالف صح. هل هو شايل بلد ده الهرد صح. هل هو مش بلسيت صح. هل هو كاري اكسجين بلد غلط. ليه هو فين. والفين لا يحمل اكسجين بلد. هل هو كاري اكسجين بلد؟ الارتري طبعا شايل اكسجين بلد. السيكنيس بتاعه اقل من وان غلط. غلط. لانه ادخل كاري بلد فروم زي هارد صح. زي بلد بريشر اعلى صح. يبقى الاجابة ده اللي غلط. بص يا ولاد دي سيلز والسيلز دي يا حبيبي عشان تبقى فاهمين بس يعني. ده بيدي دي سيل بتدي ايه ليه تديها كاربون دو اكسجين. وتاخد منها ايه اكسجين. يبقى اي سيلز في الدنيا تاخد ايه من اكسجين. وتدي له ايه كاربون دو اكسجين. وتاخد ايه من البلازمة تاخد كولوكوس. دي حاجة تبقى عارفة. يمكن هنقولها بالتفصيل الحس الجاية بس دي برضو تبقى عارفة. بيحمل يعني مين في دول فين? خارج من الهارد ليه السيلز يبقى ده راجع ده راجع يبقى ده فين فعلا. لكن اللي خارج من الهارد رايح لسيلز ارتري. خارج من الهارد رايح. بدل خارج يبقى ارتري. راجع للهارد يبقى فين. من غير ما تفكر. يبقى اي حاجة خارجه من الهارد ارتري. اي حاجة راجع الهارد فين. يبقى ده فين وده فين. ودل فيهم لبعده. زي يومن بادي كونتين اجروب اف انترنال ميمبرز. اه طبعا. البريكارديام ده ميمبرين والميزينتري ميمبرين. وده واحد بيحمل هارد واحد بيعمل بين الهارد بيحتوي على فالف هتقول لي بقى الفالف اه طبعا عشان قال له بسج وفوتر. طيب. اه بلد. اللي يحصل لو ما فيش فالف فروم هارد ماسلز البلد باك فلو وهيحصل دستربانس انزا اه هارد بيتس. هيحصل مشكلة. what happens in case of absence الالقلب بيقف على الفكر. دي مجرد معلومات انا هكتبتها لكوة عشان لو تعملها سكرينشوت. بيذكر معلومات بس معلومات مباشرة فانا مش محتاجة شرحي قوي يعني. what is the relation between the heart valve and heartbeats. الهارد بيتس لي علاقة باللب والدب. الصوت بيبقى قوي جدا امتى وتشرح اللب والدب. البرزينس اف ارتري يوشوالي بيرد امونج زبادي عشان هاي بريشر وبتتعرض اكثر للدمج. الارتري والادخل ليه? لانه بلسيت. بيدفع الدم. برضو دي معلومات مباشرة فاش اي حاجة. طبعا ده فيه فالف يبقى فين وما فيهوش يبقى ارتري. وتقول له الفر. الزو ابلات بريشر از لو ان فين. ومع انه بيرجع الارت عشان تحت اثير قواتين الماصلز والفالف. الب المونريو فين. فين. ده الفين الوحيد اللي فيه اكسجين بلد. وده الارت الوحيد اللي فيه دي اكسجين بلد. برضو دي معلومات مباشرة مش محتاجة شرح. ده البلد كابيلرز يا اولاد. بشرح البلد كابيلرز. الفالف ريستراكت ان وان طايف اف بلد فيزلز اونلي اوتسايد زهارت. كوريكت طبعا. روت هير اللي اتنين عندهم سين وون عشان يعرف يعدي. ده سؤال زكي. وانا قلت لك لما يبقى الاتجاه كده يبقى ده كده اتجاه الهارت. سوري. ده كده بس ده كده اتجاه الهارت. يبقى ده كده اتجاه الهارت. برضو قلنا دي قبل كده. دي انا اشرحها الحسة الجاية لان شوية دي. اه مش علينا قوي لدي حتة بشرح البلازمة والحاجات دي. ارجع اولاد ما كنتش طولت عليكم. كلسان طهيبين حبيبي والحس الجاية اشوفكم في احسن حاليا. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.